المحلل المصري ماهر جنينة يشيد بأداء المنتخب الجزائري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم المحلل المصري ماهر جنينة على قناة الزمالك الفضائية منتخب الجزائر غير عادي فهو منتخب قوي جدا ولداه أسماء قوية وكبيرة جدا بخبرة كبيرة تسيطر على الساحة الأفريقية منتخب بوركينفاسو بدأ الضغط المعنوي على الجزائر طلب تأجيل المباراة الحاسمة بسبب مشاكل في أرضية الميدان وتكلموا على حكم المباراة والمضايقات التي تحدث في أرضية الميدان وأيضا من طرف الجمهور الجزائري وإن شاء الله سيكون الفوز للمنتخب الجزائري جمال بالماضي ولاعبي قادرين التخطي لهذه العقبة حتى لو هي مش سهلة وجود الجمهور الجزائري سيحفز اللاعبين كما كان الشأن في القاهرة خلال الكان طبعا منتخب الجزائر بيستعد اليوم لمواجهة جيبوتي غدا بإذن الله في تصفيات كأس العالم المباراة قبل الأخيرة بعد كده هيتوجه إلى الجزائر لمواجهة بوركينفاسو المباراة الأخيرة في المجموعة وإن شاء الله منتخب الجزائر قادر على الفوز على بوركينفاسو والصعود إلى المباراة الفاصلة وطبعا المحلل المصري ماهر جنينة عن منتخب الجزائر أشاد بقوة المنتخب الجزائري وخبرته وقدرته على تخطي عقبة بوركينفاسو بسهولة جدا خاصة على أرضية ملعب مصطفى الشاكر وحضور الجمهور 14 ألف مناصر هيكون موجود في ملعب مصطفى الشاكر أكيد هيشكله قوة ودفعة كبيرة جدا للمنتخب الجزائري قلونا رأيكم في تصريحات المحلل المصري وكلامه على المنتخب الجزائري في آخر الفيديو فضلا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته